السلامة و مرحبا بكم بنا جديدة مع امو لليوم لا تنسى وش لايك و باختاج الغسات متاعنا لليوم موسو شوكولات من غير بيض حاجة روحة كما قاعدين تشوفو بنا على بنا لازم تجربوها بالطريقة اللي باش نبرتجيها انا معاكم كما العادة دي ما حاجة سهلة وصفاتي متناول الانس الكل وبطرق يعني ابسيتة وسهلة وما فهوما زيدة الاهم والاهم الاهم انها بننا وناجحة يلا نمشيوا مبعدنا نشوفو المقادير تعموسو شوكولات من غير بيض حاجة روحة اخذت 200 جرام شوكولات وقسمتها بالطريقة هذه باش نحط الكروان المتاعي فيها شوية ماء وباش نضاوبها من مستحسن نضاوبو بالطريقة اللي باش نقول لكم عليها انا مش في الميكرواند يعني نضاوبوها تاخو وقتها بشوية بشوية بالطريقة هذي في البماغي خير من الميكرواند باش تعطينا غزولتها مزيانة واني اخذت 100 مليليتر حليب ما انا حتيته في الكنجيلاتور مرحل الحليب كان يجمو بارد لذلك خرجته من الميكرواند واخذت خليناها مزيانة خدمتها بالبيئة وبعد كما نخليها ترتاح اضفت شوكولات من غرفة صغيرة كاكاوان بوضخ واني اضافت 50 مليليتر الحليب واني اضافتها بالتبع لذيب تكون للذوب بعد كما نخرجت الخروجت شوكولات من غرفته بشوية بشوية بالطريقة هذي نضاوب كيف تبرد ثم ارجعت بعد ملك خيم شانتيني و شوكولاتة بردت نضيف على مرتين و ثلاثة مرات و شوكولاتة كما قاعدين نشوفوا ملوتها للفوق هكا نخدم بشوية بشوية مهم برشة الشوكولاتة تكون بردة بالباهي بالباهي بيش تعطينا الغزولتالي احنا نحبها عليها بعد ما كملت هوني خدمت بالباهي على ثلاثة مرات مع نضيف الشوكولاتة و نخدم مع البودر شانتيني كي خرجتها من الفرجدير زي ما تكون زيدة كيف كيف بردة هوني حتيت في الليفيغين متاعي و بش نخليها ترتاح تقريبا بين 4-5 سوية مهم برشة انها ترتاح تجمو تعملوها قبل بليلة سنو تجمو تعملوها سباح و صحة و بشفال عشايا هوني حبيت نواليكم كيفيش من بعض التكستور ما شاء الله روعة ابن الف مرة و متأكدة انتم مش تبديوا بش تقعدوا ديما تعملوها الغزات هذي على خطرها سهلة و ابنينا و من بلوس من غير بيت سيطول ميحبوش الموس و شوكولات بعناها بالعظام كيفي الغزات اكيد بش تجربوها و بش تكون الغزات معتمدة عندكم سيطول الصغيرات و كل يحبوها برشة الموس و شوكولات و سيهلة زيدا زيانت هوني بشوية فخيز بالبستاش تجمو تزينو يعني بالليف خوي اللي عندكم تجمو تزينو بالفيكيا المهم انا ديما مبرتاجي معاكم الفكرة و الطريقة و بعض الزينة كيف ما تحبوا انتم هوني بش لنا نوريكم زيدا كيف كيف خليتوني معناها بالمغارفة بش نوريكم شوفوا محليها شوفوك التكستور روعة 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 وبنينة و ما هيش حلوة زيدا كيفي فاذا كعليش استعملت شوكولات نوع مع البودر شانتين نجمو تستعملو روو شوكولات اوليه لكن انا ننصح ديما شوكولات نوع لا تكون قوية برشا و حلوة برشا في نفس الوقت هذي هو محتوي الفيديو متاعنا لليوم شالا يكون مفيدكم الناس الكل موسو شوكولات بنينة برشا ما تنسونيش لايكو بغتاج كل عادة و في انتظار وصفات اخرين ما بقاليك مشا نقولكم في امن الله هنسو كل تابوني على قناتي على اليوتيوب كتشن اميل تونيزين و على الباجمتاع على الفيسبوك في امن الله اشتركوا في القناة